اش سار مع الاخبار الاتحاد الدولي للقضاء في شهر سبتمبر القادة متسلم الجيزة متاعه اضف الاستاذ عايشي الهمامي انه قاضي التحقيق عين جلسة جديد نهار 15 نوفمبر 2023 وذلك استجاب لطلب هيئة الدفاع بهدف انتظار مائل مطلب الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع في قرار رفع الحصانة عن لحميدي وفي ذات الاتار من جهته رئيس جمعية القضاء أنس لحميدي اعترف اعتبر انه الملف مفبرك بالكامل على خلفية ممارسة القضاء لحق الاجتماع وتنظم والتعبير اثر خوض الاضراب احتجاجا على اعفاء 57 قاضي وشدد على انه كل الاتهامات الموجهة له لا تتعلق بفساد او برشوة او بقضيتهم الشرف او السمعة بل هي قضية مفتعلة من وزارة العدل رأسا لترهيب القضاء واسكيتهم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة اليوم بش نرجع على الحالة هذه اللي كنا نهارة الجمعة حكينا فيها وقت اللي تم استدعاء سيد أنس لحميدي للمذكور قدام قاضي التحقيق وخاصة انه انه تهم هي الاضراب اللي صار بالنسبة للحكام للقضاء والتشويش على الامن العمضية هو اللي كانت التهم الموجهة له مروين اليوم ما احنا تسئلنا انه قلنا نغمان مو الاضراب حق مكفول دستوريا ومن حقك انك تعبر عليك خاصة انه انه الامور كانت قانونية تم الاعلام انه فم اضراب يتم استدعاء رئيس جمعية القضاء للموثور امام قضي التحقيق وخرج هما الاحداث اللي صاروا اللي تم الاعتبار اللي تم يعني تعملت عليهم مشكاية على اساس انه لحميدي يعني عطل حسن سير المحكمة في الكاف نذكروا هذي كل رو قاعد يصير في امام المحكمة اللي بدأة بالكاف مش في تونس اناس لحميدي مارس يعتبروا انه مارس دوره كرئيس جمعية القضاءات التونسيين يعتبروا انه مارس العمل النقابي الطبيعي متاعه لكن انا يظهر لي الاختير في المسألة هذية لو نربطوه مع عدد من القضايا الاخرى اللي تم اثارتها سواء في مجال القضايا او حتى في مجالات اخرى هو انه يعني العمل النقابي بطريقة او باخرى اصبح يحاكم امام القضايا اللي شفنا هذا يصار فيما يخص تصريح وقتها قالوا احد النقابيين على شركة تونس للطرقات السريعة وقتها وفهم عدد من المسائل اللي صارت بالنقابة النقل ايضا يعني فما نوع منها التطبيع بين ظفرين في مسألة محاكمة النقابيين بناء على نشاطات نقابية هو صحيح وانه النشاط النقابي في حد ذاته يخضع لي قوانين يخضع لي اطر ما تنجمش انتي تعمل تنجمش تعمل غريف كما تحب على سبيل المثال تنجمش تنجمش تعطل يعني محكومة بقوانين ما نتصورش وانه شخص كما انس لحميدي سواء كان بصفته او بشخصه تغيب عليه مسائل كما هكا مسائل اجرائية من النوع ذا ما نتصورش وانه يعني ما يروحه في في اطار غير قانوني ويعني مارس ضغط او تعطيل على زميله في اخر الامر اللي هو قاضي من القاضي من القضاء لكن كما قلت لك الخطير في الامر او على الاقل اللافت للانتباه هو انه راك اليوم انتي كي تبدأ في جمعية القضاء التونسيين او كي تبدأ في الانتحاد العام التونسي للشغل او في اي هيكل من الهيكل النقابية او ذات الصبغة النقابية راو نشاطك تنجم تتحاكم عليه وتنجم تمشي عليه المحكمة يعني بالنسبة ليك انتماءه للجمعية ورئيسته لجمعية القضاء وممارسته للحق النقابي هذية هو اللي وراء الاستدعاء تونسي شون انه هو يقول بالنسبة لي معنى تها ترهيب القضاء اليوم اجمعها في مشكن النقابيين وانما بالنسبة الانسة لحميد يقول هو ترهيب لكل القضاء اليوم وللسلك هذية الكل دونسي شون احنا قدمين على سنة قضائية جديدة بالضبط هو هذية لاننا نحكيه على جمعية القضاء التونسيين ما ترهيب نحكيه على هيكل يعني ما يكفيناش حتى الوقت باش نعده نضالاته في المجال هذي اذا كان رئيس هاته الجمعية ترفع عنه الحصانة ويمشي يمثل امام قضاء التحقيق في عدد من المسائل فالرسالة واضحة لبقية القضاء لانه الرئيس الجمعية رئيس جمعية القضاء التونسيين منقلوش اللي هو فوق القانون بطبيعة الحال لا لكن عنده من الرمزية ما يكفي باش هو بالعكس اللي دافع على زملائه لو تمت احالتهم لو تم استدعاءهم فما بالك وقت اللي عاية طوله هو دونك الرسالة واضحة للزملائه وللناس الاخرين الكل اللي راهوا ما فما حتى حد يعني بمنأة على المتابعة للقضائية وحتى في حتى في حاجات يعني من النوع ذايا أصبح أستاذ كما العيش الهمامي يعتبر وأنه حاجة باهية اللي هو قعد في حالة صراحة ولي ما تمش تحجير السفر عليها نحكيه على رئيس جمعية القضاء تلزمنا زادة نحطوا الأمور في إطارها ونشوفوا اللي راهوا فما خطورة فما دولا جغافيتي في الحكاية جو سموه أحكيه على جغافيتي قبل ما يمثل هو كان عبر قبل ما يمثل أناس الحميدي على أنظار القضاء كان عايش الهمامي عبر على متخوفه أنه يتم تحجير السفر عليه وما يمشيش يتسلم الجايزة لإتحاد القضاءات الدوليين أعطاه الجايزة للجمعية التونسية للجمعية القضاءات التونسية كان عبر عن ما خوفه أنه ما تتمكنش الجمعية من إنها تمشي تتسلم الجايزة متاحة اليوم نواصلوا مع القيادة في حركة النهضة رياذ الشعيبي اللي أكد في تدوينها نشرها اليوم على صفحته بموقع فيسبوك أكد أنه تم إيقاف القيادة بالحركة والمسؤول عن مكتب الأعلم عبد الفتاح التغوتي بناء عن بطاقة تفتيش سابقة دونك الهنايا رجعنا للإيقافات وهذه بطاقة تفتيش سابقة خيح ولكن التهم اللي موجهة ليه مزايا ما نعرفوش شنية نجم نقول المشكلة منه اللي ما لازمناش ما حقناش نكونوا مدفوعين لأنه نعملوا التخمينات هذي هو من الوضع الطبيعي هو أنه ساعة الإيقاف يكون استثناء ساعة في حد ذاته وحتى كيصير إيقاف لازم نعرف عليش لازم نعرفه في أي حيثيات وبأي تهم بأي أسباب وشنو الخطر اللي نجم يمثله عبد الفتاح الضغوتي ولا غيره باش ما يتمش التحقيق معه وفي حالة صراح هذي كل يزمنا في وضع عادي يزمنا نكون ونعرفوه أما هذا المسائل هذي أشوف فما مسألة مهمة وموجودة زادة تطرح حتى في الاستثمار حتى في الاقتصاد فمسألة الأمان القضائي مسألة الأمان القضائي هذي مسألة مهمة جدا لازم الناس الكل تكون عندها قناعة باللي رأي تنجم تلتج إلى القضاء إذا كان حاس روحه مظلوم ونجم أنا كي نبدأ ضحاية تهم كيدية ولا تهم ما فهمش منها ويتشكابية لازم يكون عندي ثقة كاملة في القضاء اللي بش برأني هذي المسألة هذي اسمها الأمان القضائي هاك النوع من البنذفرين الطمأنينة اللي نجمي حسها المواطن في مواجهة القضاء هذي ما عنده حتى هذي مش موجود المسألة هذي أصبحت يعني كيني بالظهر ولو هي مش ظهر برشة أما كي أنه أي واحد ينجمي تم إيقافه لأي سبب وهزو لطير المسألة هذي يرى تضر بطبيعة الحال بالمجتمعات وتضر خاصة وأولا بالمواطن لأنه سمعنا حكايات وسمعنا يعني معاملات نحكي ولهنه معاملات حتى مع بنجار وجار ولي حويش يعني ما عندهش أهمية كبيرة اللي ما عندهش يلتجؤوا للقضاء ما عندهش يلتجؤوا للسلطات فمعدد من الناس اللي أصبح يحب يحل مشكلته وحده بطريقة أو بأخرى ولهنه نحكيه على عنف ونحكيه على فلوس ونحكيه على كل الطرق للغير مشروع لكن المسألة هذية مسألة الأمان القضائي رأو حاجة مهمة جدا ومن عوامل الأمان هذية هو الشفافية والوضوح رأو فلان توقف لأنه متهم بي كذا كذا رأو كجماعة متاعك القضية اللي ما عندناش الحق نحكيه عليها رأو مجدودين على خاطر عمل وعمل 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 والأخرين وزوز اللي الأخرين اللي تسيبوا رأو تسيبوا على خاطر كذا وكذا وكذا وانكور ينفوه أنا جوي انبروفيته بش انغلانس انكور ينفوه معناتها مرة أخرى الكومينيكاشن رأو مسألة لو كان توضحو لنا الأمور لو كان تكون هونالك نوع من الاتصال هذي معناتها نوع من الناس لكل تعرفوا ومعمول به في العالم الكل رأو تنجر متوضح موقفك وتعطينا خاصة بعض المعلومات معناتها اللي هي بازيك ماناش طالبين معناتها الدخول في حيثيات القضية وإلا يمتاحها وإلا غير وإنما جست بيان حتى لو واجب موش بزي زي لا يعني عنا قداش من الموضوع نحكي ورا القضية دي مختلف القضايا في وزارة الفلاحة في وزارة التربية في وزارة القضايا تهم الرأي العام تهم شأن العام من حقي كمواطن باش نعرف هالفلوس الدولة تسرقت اللي هي في آخر الأمر فلوسي على سبيل المثال هل الكنجيو نحن عنا رئيس الجمهورية يحكي في حكاية في عدد من المناسبات على مؤامرات تمس بالدولة وباش تطيح الدولة وباش كذا إذا كان هذا كله فما منه من حقنا كمواطنين ومشكل في بالنا نواصل مع النشط السياسي والوزير الأسبق حتم العشي لأكد الشامس فام أن وزيرة العد الليلة جفيل تقوم بواجبها على أكمل وجه وتقوم بعمل كبير جدا وهذا ما يفسر تعرضها لحملة من التشويه حملة كبيرة وأشار كذلك إلى أن وزارة السيادة تقوم قادة تقوم بدورها الكامل هي وزيرة العد القادة تقوم بعمل كبير جدا معنا الحقيقة وزيرة العد القادة والدليل أن تتعرض لحملة تشويه كبيرة ياسر أنا بدي دايخ في أمري كيفاش الناس عندها عندها إخلاقها توصل بها أن تشوه مرأة بالشكل هذاك وتشوه حتى مستشارين معها هي بالنسبة لي وزيرة العدل قاعدة تقوم بدورها بالكامل وهذا كالش اللي يقوم بدوره بالطريقة دية بش يكون محل يعني تشوية صمعة كبير برشا برشا بصراحة وزارات السيادة قاعدين يقوموا بالواجب الداخلية وزيرة الدفاع سيدة وزيرة العدل ليلة جفال يقول الوزيرة الأسبق حتى من العشية أنها قاعدة تتعرض للحملة هذية الكبيرة وحملة التشويه كبيرة كما وصفها هو على خطرها تقوم بعملها على أكمل وجه مروان والحمد الله على حساب بناء على الكلمة دائمة وزارات السيادة قاعدة تقوم بدورها الكامل على سبيل المثال يعني وزارة الداخلية قاعدة تتعامل مع ملف الهجرة بطريقة مثل وزارة الخارجية قاعدة تعطي في صورة جميلة جدا لبلادنا في العالم وديارة ذاك عليش المستثمرين يديز وهم يحبوا يستثمروا في تونس وزارة العدل كيف تخدم في خدمة جبارة لدرجة وأنه الحركة القضائية قاعدة تعام ومزلت ومزلنا هنا نستنع ولو أنه بشي قولك وزارة العدل ما عندهش ما عندهش دخل في المسألة خاطر عند المجلس الأعلى المؤقت للقضاء صحيح صحيح عما كل إعفاءات ذوكم زدر وفهم الإعفاءات اللي تم النظر فيهم واللي ولي محمل دريق يرجع ويخدم وقت اللي قاضي ياخذ قرار تتبدل كوبة بيروه من غضو السباح حتى هذا حاجة ممتازة وقت اللي في مسألة التشويه وما التشويه وكذا فما قاضية رئيس جمهورية قال عليها اتهمها بالزيناء كما قال حاتم العشي ولو هي يعني ميزوجين جوية لحكاية اللي هي مرأة مرأة له معها له ضدها له له حاجة خائبة نورمال مم أما في نفس التمشي القاضية هذية وقت اللي اخذيت عدم سمع الدعوة فما حد حد قالها سمحنا صحيح شرف متاعك وعرضك ومرمدناه في الصفحات أما سمحنا غلطنا فيك إذا كان هذا كل اللي حاشنا به إذا كان هذا كل هو أداء الدور كامل والأمور واضحة وامور نمر هيقلة يلا الحمد لله هلنواصله دوتون ساشوان إذا كان نحكيه على القيام بالعمل حسب رايو هو على أكمل وجه والقرارات اللي تم اتخاذهم والقضايا اللي تم رفعهم وزيرة العدل فكروا عدد من القضايا لونك اليوم السؤال المطروح لو عنا لو عندهم المؤيدات القانونية وأنه ها وعليش تم رفع هاته القضية ها والمؤيدات ها وشنو والإشكال بالضبط يمكن لو كان فما كميليكاشون كما نحكيه بكري وتعطيني وجهة النظر متاعك خلينا نتفهم وخلي نفهم وشنو اللي قاعد يصير ونحكيه على أنه آآ يجن نفهمك وتفهمني لكن أنه القرارات تكون مسقطة وأنه يكون فما ولو أنه حتى هذا ولو أنه حتى هذا يظهر ليتناسب ليتناسب لأنه على سبيل المثال وزارة وزيرة العدل تلقى الوقت بشتشكي بالأستاذ العيش الهمامي على أساس المرسوم مرسوم وخمسين وتتعمل القضية في ويكيند عليش على خطر عمل التصريح ما يعجبش مراش لحقيقة أنه من صلب مهام وزارة العدل في تونس نحكي على قضايا أخرى نحكي على قضايا بعض القضايا وعليش لم يتم جزء معناتها رجحهم للعمل كما قالت المحكمة الإدارية يعني هذية محكمة وأصدرت القرار متاحها عليش هل هذية داخل في إدار أنه وزارة العدل هي قاعدة تقوم بالعمل متاحها على أكمل وجهه على خاطر قاعدة تصير عليها حملات تشويه في شنو بالضبط شوف هذية مسألتها حملات التشويه وكذية ما 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 يقولها حتا حد بعد يحكي عليها حتا حد راولي للأسف راولي حسن الحظ راولي سماها اللي تحب راولي في أي بلاس في العالم راولي قابل باش أنه ياخذ منصب من المناصب هذية يولي وزير يولي رئيس يترشح لخطة ما راولي وعرض نفسه بصفة آلية لأنه قد والتشويه والثلب والكذب وكل حويس الخايبة الكل إذا كان ما يساعدوش إذا كان هو حساس ما تمشيش تعمل حاجة ذي راول هذا راولي يتطبق معنتها على عدد من المسائل حتى نحن كإعلاميين راول عرضين أنفسنا وعرضين آراءنا للرأي العام إذا كان تأثر فيك حملات التشويه وإذا كان ستاتيو فيسبوك ينجم يفسد لك نهارك بدل لقلم أخدم خدم أخر أما راو هذية باش نجي ونحن وزيرة سيادة بالحصيل أمتاح نقول لارا والله راي قاعدة تتعرض للتشويه ناس كل تتعرض للتشويه خاصة في وقت اللي في الوقت هذية اللي التشويه سهل برش التشويه سهل ومحاكمته زادة سهلة بالمرسوم سادة بان شكون تشوه وصادة بان خطر ما تطبقش على الناس كل كيف كيف انتي وحدي قيس خطو شكرا لك باروين مازلنا موصلين معكم احنا في اشسار مع الاخبار معك زين بالباستي قبل ذا نستقبلوا بحذانا صفية المحرر من قسم الاخبار بعد سريعة من زمان ما عود بشيكون معا نشرة مفصلة عنوينها توت سويت أهلا وسهلا صفية مرحبا منيل مرحبا بكل سادة المستمعين نحكي على الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية اللي تدعو إلى سن قوانين خاصة بالكراس المدرسي المدعم نرجع على منظمة كونيكت اللي تتحدث عن إعادة هيكلة لمنظومة الخبز وفي العالم 44 دولة تبدو رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس هذي الأخبار عنوينها أنتو كانت تفاصيل تقاوهم مضي ساعتين ونصف مع صفية المحرر فصل صغير ورجعنا كاملين معاكم في أشهر مع الأخبار ترجمة نانسي قنقر رجعنا معاكم من جديد في أشهر مع الأخبار مازلنا مش نحكيه على وزيرة العدل جستو مو مروين وزينب بيسكو لقاء كانو جمحا نهاية الأسبوع مع رئيس الجمهورية ومبعدة نرجع نعلقه على خاطر كنتونيك بعض الأخبار لأنه فما بعض الإشكاليات بتتخبينتهم وذلك عليش متقابلوش من مدة منال اللقاء كان جمع نهاية الأسبوع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة العدل وتناول دور النيبة العمومية في إثارة الدعاوة ضد كل من أجرم في حق المواطنين والدولة لأنه الشعب يطالب بالمحاسبة وتطيير البلاد في إطار محاكمات عادلة يطبق فيها القانون على الجميع على قدم المساوات وشدد سعيد في هذا الإطار على ضرورة البت في عدد من القضايا اللي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص وأشار إلى أن عمليات المراقبة المشتركة اللي قامت بها وزارة الداخلية والمالية والتجارة وتنمية تصاديرات والفلاحة أثبتت حجم الاحتكار والشبكات اللي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية أول حاجة مش نرجو عليها هي اللقاء في حد ذاتو يظهر لي مروين بسك من مدة شفنا وزيرة العدل كانتش موجودة في عدد من اللقاءات اللي كان من المفروض ولا يرى والمتابعين اللي شاء أن العام أنها ما كانها كان نغم المو موجود وأنه يتقبل جنرال فيما بعض الاجتماعات اللي تصير بخص كل أسبوع فيما أمو لقاء مع وزيرة العدل شفوها على بيانسور معنا تعالى الصفحة متاع رئاسة الجمهورية من مدة ما شفناهمش في لقاء مع رئاسة الجمهورية وبالتالي اليوم هل عادت المياه هل كنت هناك جزتما فجوة وهل عادت المياه إلى مجرها أم لا هو النجم ونتصوره أنه هذا حدث لكن ما نجموش نبنيه عليه لأنه لأنه صار في السابق صار في السابق خاصة في مسألة في مسألة القضاة المعفئين وكانت فهمها نوع من الجفاء في العلاقة من بعد تحسنت الأمور فبالتالي ما 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 نجموش كما قلت لك نربطه على مسائل من النوع ذا أنه رئيس الجمهورية يعني ما تصور يعتبر وأنه كيما سيحات من العشي ما يعتبر وأنه السيدة وزيرة العدل قاعدة تقوم على أكمل واشه قاعدة تقوم بدورها في جانب ما ولو أنه في البيان اللي كنا نشوفه فيه فهمها نوع من الحث إلى إثارة الدعاوي دور نيابة العمومية زينا نزيد ونشكيوا بالناس وزينا نزيد وندخلوا أكثر عباد أكثر عباد للحبس باستعمال يعني كلمات هي نفس الكلمات مروان المعاودة زينا خائبة قاموس اليوم ما ما تبدلش نحكيه على تطهير نحكيه على محاسبة نحكيه على المحاسبة 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 تطهير البلاد كل مختيرة كل مختيرة قاعدة تتعاود فيه أكثر من مناسبة في عدد من المجالات وحتى في مجالات ما فهمش ما فهمش عليش يتم استعمال كلمة بالعنف هذية وكلمة يعني وراها هالمخزون ذاك الكل متع التطهير وتطهير البلاد وكذا على أساس وأنه فهم عدد من المواطنين في تونس اللي يعتبروا من الأوساخ يعني يعتبروا يتم اعتباره من يزبنا يزبنا نرتاحه منه لكن رئيس الجمهورية يزبو يعرف أنه هو رئيس الكل رئيس البيهين ورئيس الخيبين زادة ورئيس اللي في الحبس زادة ويزبو يكون ساهر على احترام حقوق للناس ذا يكون هذا من ناحية من ناحية أخرى في بقية زادة البيان فما نوع من الخلط وهذا النجم يخلق خلط حتى في ذهن المواطن التونسي معناتها رئيس الجمهورية يقول يشدد على ضرورة البت في عدد من القضايا اللي بقيت عالقه في المحاكم لمدة سنوات طويلة تقنيا وزيرة العدل ما عنده حتى دخل في المسألة إذا كان نعتبره بطبيعة الحال وأنه فما نوع من الفصل بين الوظائف بش نستعمل الكلمة بتاع الدستور وللوظيفة القضائية تتمتع بنوع من الاستقلالية والوظيفة التنفيذية ما تدخلش ما نجموش في نفس الوقت نطلبه من وزيرة العدل أنها تشوف حل في قضايا قاعد وبرش هذا يفترض وأنه وزيرة العدل عندها القدرة على أنها تسرع في التعاطي القضائي بالضبط والنوع من أنواع التدخل كيمة نجم تسرع كيمة نجم ترق تزاد في نفس بالمنطق هذا تقنيا مبدئيا على الأقل في بالي مش هكذا تصير مش هكذا تصير الأمور هذا نورمال مو كما نقوله بالضبط نورمال مو ما يصير هذا يخلق مرة أخرى الخلط في ذهن المواطن اللي يعتبروه أنه إذا كان قضيته قاعدة برش في المحكمة ولا إذا كان رأوا وزيرة العدل ما هيش قاعدة تخدم في خدمتها كما يلزب ولا ما هيش قاعدة تطبق في توصيات رئيس الجمهورية وهذا مرة أخرى تقنيا تقنيا غالط والحاجة الأخرى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب المضاربة غير مشروع الاحتكار وكذا وكل موالي غبائية على وجه الخصوص يعني هنا فما يعني عمل قامت به جامعة آيواتش في وقت من الأوقات اللي تبين وأنه أكثر من تسعين بالمئة من المواطنين أو من المتهمين اللي تم إحالتهم على أساس المرسوم الشهير متاع مقاومة الاحتكار وكذا روحوا طلعوا عندهم حد شي أمام أموان كله يطلعوا معناتها كلهم متآمرين مع القضاء معاهم كلهم معناتها يكمسوا كيفاش بشي نكلوا بالشعب التونسي خليه واقف شد صف بشي شري الخبز هذا يبين وأنه معناتها فما تهويل سيد بش ما قولوش حاجة أخر فما نوع من التهويل متاع مسألتها دي المضاربة والاحتكار وكذا وفي آخر الأمر وقت اللي رئاس الجمهورية قرت حكا بش تهبط الأرقام معنا التضحة وأنه نحكيو على استهلاك متاع ثلاثية كل هو هذا هو الاشكال اليوم وقت اللي نحكيو على الاحتكار والمضاربة وغيره ما نعرفوش إس ك اللي باتو اللي فيهم الحبوب اللي في سفاقس في تونس دخلوا ما دخلوش عنا بيش بيش نخلصوه مع الناش أسألة اللي نتسألو فيها عنا مودة بيش نعرفو التوابير هذه اللي موجودة قدام المخابز بيش تنقص ولا ما هيش بيش تنقص ولا بيش نلقاه ولا مش بيش نلقاه والخبز في قدم هاوك نحينا المدير العام تعديوين الحبوب بيش تحلل بالوقت لا ولكن تم تعويضه بالوقت وتم تعويضه بالوقت صحيح عكس ما سعار في عدد من الوزرات هاوك اللي بس تحسنت لهم يمكن بيش نرجع جزء على نقطة انت قلت في ذهن المواطنين تنجم الأمور تختلطو شوية اليوم وقت في لقاءه مع وزيرة العدل يحكي على ضرورة المحاسبة بالنسبة اللي قاعدين يجوعوا في الشعب وقاعدين نشوفوا احنا الاشكاليات يلقاها تونسي اليوم بيش يلقى حتى خبزة بقيت نبكري حتى في القوف نحكي هو رانا كيف نا كيفكم مانا نزل كل ماناش لاقيين الخبز اه لافطور والعجافة مشكولة من الاربعين تاع السباح معناتها الكوشة يزمك تشد الصف باش تنجم تخلط على باقيات خاطر ثمانية ما تلقاش راهو بالنسبة للتونسي يولي في في مفهوم ولا في حتى لاي شعورين يولي يربط عدم وجود المواد هذية بالنسبة ليه واللي هي ابسط ما فام الخبز بالعباد اللي في الحبس واللي اللي ما زلوا مش هدوهم شبتتخف الحبس هو شوف لازم الناس اللي يتخمم هاك تتسائل سؤال واحد شنو وجيها ويكونو شخص اللي تنجم تكون عنده القدرة المالية والعملية والسياسية بش يقطع الخبز من البلاد اه انا تسئلني سؤالة دية مرة كان الدولة عندها القدرة دية وهذاك شا قاعدة تعمل دية طالنا رجعول من بعد في الكود أما في مراش شنو هالطرف هذية اللي نجم يحبك مؤامرات وطنية بالمقدرة هذية والدولة ما تنجم تعمل له حد شي ومرة ومرة يضرب لك الخبز مرة يضرب لك الزيت مرة يضرب لك الدواء مرة يضرب لك نرمع المه هو اللي يحكم نرمع المه هو اللي نجم مش في مقدوره زادة لأنه يولي رئيس جمهورية كم حما شخص ينجم يعمل واضح واضح خلينا نمش وشنقد نقوم ونقوم مع رئيس الجمهورية مرة يخرج يخرج مع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة أحمد الحشاني وقايس عيدي يأكد خلال اللقاء هذه على ضرورة الإنسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة اللي يضبطها رئيس الدولة كما شدد على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات اللي تمت منذ سنة 2011 والمراجعة هذه صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثل ما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلم مبلغ مالي لفائدة الدولة وفق تصريح رئيس الجمهورية وأشار زيدة إلى أن مثل هذا السلوك لا بد أن يحاسب عليه من قام به لسيما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثل ما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجاج وهي في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم وشركة الأهلية وغيرها خلينا نرجع على ثلاثة نقاط هنا يقول ليا ماروين أولها هو الإنسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة اللي يضبطها رئيس الدول وليس حسب أولويات ولا سياسة كل دول كل وزارة والاستراتيجية تمتح معقول جدا معقول جدا أما هذا يكملنا منه في مرسوم الإجراءات الاستثنائية عندك دستور مسألة ذي وفيت وقتها دستور جاب تبعي الحال زاد ركز أنه فكرة وأنه رئيس الجمهورية هو اللي يحكم في كل شي هو اللي يعمل في كل شي لكن المفارقة العجيبة اللي موجودة في هال الكلام اللي كنا نسمعه فيه هو أنه رئيس الجمهورية عنده القدرة على يعني التجديد على المسائل هذية بدون ما تكون عنده قدرة على الإنجاز هذية كمام مفارقة يعني غريبة لكن نتخم مفاها شوي معنا توافقنا نحن في الفين وثلاثة عشرين اللي راه آآ لازم نعمل عملية مراجعة دقيقة وعليش هذية أصبح أمر مستعجل على خاطر عدد من الإدارات تعطل في سياسة الدولة شمعناها تعطل في سياسة الدولة ما هي سياسة الدولة هات نشوف هات نخم وفاها شوي هات سيدي نمشي والتعطيل عدد من المشاريع بيحجج واهية هذية معلتها هذية تقدير معانتها تقدير يعني سبجيكتيف نعتبر اللي هي واهية فمشكون لا ما ترتكز على حد شي أما في قطعات متعدة كالصحة والتعليم والشركات الاهلي والصحة ياخي شكون عطل المدينة الصحية مثلا اللي هو برنامج فكرة متاع رئيس الجمهورية وقايم بها الجيش في بالي وكل حطينا كل ماكات هكا ونخزروا لها واحد وشوفوا منا وشوفوا على جنب ومشا رئيس الجمهورية مع قيادات من الجيش للبلاسة المنفروض يتتبنى فيها المدينة الصحية هذي شكون عطله ادارة من الادارات والتعليم المجلس الاعلى التربية والتعليم اللي موجود في الدستور شكون عطله فهم استشارة قبل ما يتم تركيز المجلس الاعلى للتربي هذا يتسمى التعطيل ولا ما يتسميش يتسمى التعطيل ولا ما يتسميش التعطيل هذي والاستشارة ما في بالي ما هيش بش تسمي اعضاء المجلس لا الاستشارة هي حول مسألة التعليم هذا ما يمنعش وانو نسميه غدوة المجلس هذي هايش كون عطله المجلس الشركات الاهلية منزلنا معنتها بسير فنحب ونقول حاجة اشكاليات في التمويل حسب ما اه حكينا في كان هناك تصريح والله الحقيقة نسيت اللي شكون ولكن تتعرض لاشكاليات في التمويل حسب السايد مالك زي ولكن مش الدولة مش الدولة عملت لشركة الاهلاء هاي وين ولكن ما شفناش الدولة ما صرفتش معنات على الفكرة هذية الادارة خايبة الادارة هاي المطلع نحن معناتها نحن عنا افكار ثورية لكن الادارة هاي المطلع ومش بها يعني شوف اللي عمره ما جرب حد شي ما يفشل ما يخلطش معناتها الفشل او او ارتكاب خطأ بالعكس نجم يكون حاجة بها في اطار معين اما ذا تغلط ستة مرات وفي الستة مرات تلقى تلقى شماعة تعلق عليها الفشل متاعك وتقعد تعاود في نفس الشي روها ذا ما تنجم ش تقدم بها نحن 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 كدولة ما نجم نعمل حتى شي تقريبا ما نجم نحق المشاريع ما نجم نجم نجز على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عليش على خاطر فم القوى خارجية في المرحلة الاولى من بعد لا مش قوى خارجية ذي كري في ارتباط مع اطراف داخلية واطراف حزبية معلومة حطينا اشترهم في الحبس اي ما عنش نجم ونرتكز على المسألة هذي اي شنو مزال المحتكرين والكذا والكذا عملنا لهم مرسوم سيدي اه اجعل حيازة اشكارة فارينة كين ودروك اي ومبعد شنو مزال باقي والفشل المتواصل وعدم الانجاز متواصل شنو مزال تكمل الدولة الدور على روحها لا ما على خطر هي القيادة رايبية هي اما الادارات ماش قاعدة تقوم بواجبها اي والمرحلة القادمة شنين المرحلة اللي بعدها لتبرير الفشل وعدم الانجاز شنو تنجم تكون زعم هوني يقولك هذي النقطة حابت نارشع عليها ماروين وقتلي يقول انه في المدة الاخيرة فهم يكون رفض تسلم مبلغ مالي لفائدة مشروع او لي ان بوجي ولا غيره خيش كون المسؤول اللي بشي صحي يعني نعرف وانه هذي يصير على مستوى وزيري هكا ولا متا ال ال سيناتور متاع ال ال هذي امان بعد انه مسؤول يرفض انه تتسلم يتسلم مبلغ مالي خي هو باسمه هو يتسلم المبلغ المالي لفائدة تقريبا هو من المستحيل انه المسؤول بشي يتسلم مبلغ مالي باسمه هو لفائدة الدولة مسألة اخرى زادة فاصل ستة وتسعين زادة يتحكي فيه فما ناس مش معا نوع من التوجس كنشوفه خاصة كيفاش يتم معاملة الناس اللي تخدم في الدولة كنشوفه الاعفاءات كيفاش تصير وشوفه شكون اللي يتم اعفاءه من غضوة يصبح يبحث نزيد نتسلم لك مبلغ مالي منيش بتسلم يعني معنى وقت اللي نحكي على مشاريع التعطير في مشاريع احنا تبعنا عدد من المشاريع الكبرى هوني في اكسبرس في كوماك منقبل وحتى مبعد في 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 اكسبرس وغيره معظم الاشكاليات باس اعتقام اما عقري اما الاتود في حد ذات معادش متماشية معا كلفة المشروع وإلا مازلنا ملقينيش عملنا أنا بلدوف مازلنا ملقينيش كون بيهو داتود اللي بيش يتكفل بالمشاريع هذي يعني فما يظهر الحجج موجودين الحجج ولا تقول إدارة هي اللي قاعد فما مشكل حقيقي اللي يفوت برشا التصرفات الفردية متاع هذا المشؤول او ذاك لازم يكون منظومة كاملة يزم يكون ويعين به كيف دوين طيران للوسيا يهبط يهبط أبل دوفر باش يتصلح الكليماتيزازيون متاع المطار ويهبط انفركتو ما تقولش عندك مشكلة ما تقولش جميع رفهم مشكلة في المسألة ذا راي مانتنانس مانتنانس انتا الكليماتيزازيون يعني نعم لولي ابل دوفر مطار مانتك ش كليماتيزازيون وهذا كهبط انفركتو على خطر ما تقدم حتى حد على خطر حتى حد ما تحب يختم مع الدولة لانو الدولة متخلص هاتنخم وفي مسائل من النوع عذايا خير من انو نعود ونمراجعة منذ 2011 خلينا من ومن ادارة باش نمشي ولي شركة نقل تونس اللي تسلمت جزتما النهارة السبت اللي تعدى عدد من الحافلات الفرنسية المستعملة شركة نقل تونس كما قلت تسلم عبر مناء حلقة الويدة الدفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المستعملة اللي اقتنتها في اتار تعزيز أسطول النقل البري وزير النقل اتحدث بكثر تفاصيل للزميلة رانيا ارزيج ووضح من جهة اخرى انه 178 حافلة اخرى بصدد استكمال الاجراءات حتى يتم شحنها وقدومها الى تونس لتعزيز تعزيز أسطول النقل بشركة نقل تونس لتأمين العودة المدرسية والجامعية في احسن الظروف وكذلك لضمان توفير العرض قدوم دفعة الأولى من صفقة 300 حافلة الوكالة المستقلة للنقل بباريز للجيوتونوم للترانسبور باريزي والصفقة هذه ميش جديدة على تونس هذه صفقة ثانية في تاريخ تونس التي قمنا تقريبا منذ سنة 2015 اواخر 14 و16 على دفعات تم استقبال 300 حافلة من نفس المزود الفرنسي الحقيقة الخيار هذا لأجل تدعين في انتظار طبعا استكمال برنامج الاقتناعات متاحها لتعطل لعديد الأسباب منها أسباب تتعلق بالمزودين منها أسباب إجرائية برفقاء لأعلان على طلبات العروض يعني يعلن غير مثمر يتعطل إنجاز الصفقة وأيضا الحالة المالية لمؤساتنا العاملة في قطاع النقل العمومي لمسافرين واللي تعيش في الحقيقة بعض الصعوبات التي تراكمت على مدى سنوات أخيرة هي صحيح حفلات مستعملة ولكن رأوا على أساس كرة شروط على أساس معايير مرجعية أو معنى عناصر مرجعية لدى ديتان من دوري فرنس اللي تم ضبطها وتم انتقال فريق من خيرة مهندسي شركة النقل بتونس معهم أيضا مهندس من الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل ومهندس آخر من الوكالة الفنية للنقل البري اللي قاموا بالمعاينة وفرز وانتقى هذه الحفلات من جمع مجموعة من الحفلات اللي كانت موضوع تفويت من لفائدة عديد الدول الأخرى وليس فقط تونس بتالي اليوم وصلوا 122 حفلة من جملة الصفقة هذه متعة 300 حفلة إن شاء الله مازالوا 178 حفلة أخرى بصدد استكمال الإجراءات الميائية وشحنهم أيضا لقدومها إلى تونس من أجل تأمين عودة مدرسية وجمعية ناجحة ولكن ليس فقط من أجل تأمين هذه المناسبة الهامة ولكن أيضا لضمان توفر العرض بالنسبة للحفلات التي تخرها شركة نقل تونس حتى ترتفع نسبة جهزية هذه الحفلات نواصل مانيلز مع وزير النقل ربيع المجيدي اللي يقول أن الحفلات اللي اقتنتها تونس من مزود فرنسي وصلت الدفعة الأولى منها نهار السبت إلى ميناء حلق الويد مخصصة لشركة نقل تونس مضيفا أنها حفلات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة الصفقة هذه تبلغ 16 مليون دينار 16 مليون دينار على 300 حفلة لكم أن تحتسبوا قيمة كل حفلة يعني وصلة لتونس هنا شاملة جميع التكاليف الصفقة هذه المبلغ متاحة يعتبر معناها في موازنة كبيرة بين الكلفة والجودة عليش نقول الجودة لهنا والحال أنه أحنا نتحطوا على حفلات مستعملة حفلات مستعملة هذه كما قل تخضع إلى عديد العناصر التي تتم توضيبها طبعا من أجل أن تكون تدخل يعني في الاستغلال عما قريب هي فايدة نقل تونس هذه صفقة كلها تتميط حفلة الفايدة نقل تونس حفلات هذه نأكد التي قد نظر على أنها تستجيب إلى المعايير أو العناصر المرجعية في كراس الشروط التي تم أعداده وهذه الحفلات مقتصدة في الطاقة تعتمد معايير أكثر صديقة للبيئة أقل انبيعات معايير صديقة للبيئة مقتصدة للطاقة بش يتم تخصيصها كل لشركة نقل تونس وحنا على أبواب عودة مدرسية وغبخيز في سبتمبر ونارف الأسطول كنا حكينا عليها عامناول لأنه فما إشكالية في الأسطول النقل البري في بلادنا ولكنها تبقى حفلات مستعملة فراصية مستعملة وما هيش أول مرة اللي تم إبرام صفقات كما هك الأسألة اللي تجي لبال أي مواطن تونسي عليش نستثمره في حفلات مستعملة عليش ما يتمش الاستثمار في عود ما تاخد أربعة ولا خمسة حفلات نقول وحنا اللي بش تكون مستعملة ومدة بش تكون قصيرة برشا خود الزوزة اللي بش يشدوكم والفترة أطول لا ما عندكش فلوس ما عندكش فلوس متنجمش بكل بكل بساطة مياه وثمانية وسبعين حفلة قديش منهم بش تنجم تكملك الموسم الموسم هذي عدي روحك باللي فم بش يكونوا صورة حام معنتها مع المستمعين يعني الكار المستعملة راي تقريبا بوحد وخمسين مليون كار جديدة راي بأربعة وخمسين مليون ذولي الفرق واضح زيد على هذي المشكلة اللي انتي عندك في شركة نقل تونس هي مشكلة الأسطول الأسطول متاع الشركة هذي عمره ما كان في وضعية كما اللي هو موجود فيها اليوم حاليا نراه في تونس الكبرى عن أربعة مية وعشرين كار يدوره فقط لتونس الكبرى نتذكره هاي تونس الكبرى أربعة ويلايات هاي اراه هذا معنتها صعب ياسر بش تخدم باربعة مية وعشرين كار فبالتالي لازم تلك أثرة وهذاك وبال بالإمكانيات الضعيفة متاعك هذك عليش تفضل أنك تشري مية وثمانية وسبعين كار في دفعة أولى اللي هما موعل كل في كل شيء وثلاثمائة حسب ما أنا حسب ما نعرف بتفضل أنك تشري ثلاثمائة كار مستعملة على خاطر عندك نقص كبير في الأسطول عدديا خير من أنك تاخذ نفس الفلوس تشري بهم مية كار جديدة هذي الطبيعي جدا ومعقول الغير معقول هو أنه نواصلوا في السياسة هذي لأنه ما عندهم ش حق طيحهم من 2014 أنا قاعدين نمشوف في السياسة هذي من 2014 نحن اليوم في 2023 تبيرت الحال إخي إذا كان تسكرت الكار ما تحبش تبدلها ما تحبش تبدلها سومها ما تحبش تزيدها لأسباب أي ما تحبش تزيد فاهمها لأسباب تهمك كدولة سواء عن تقاعص أو على خاطر تعتبر اللي هو ذاك خدمة اجتماعية أو تعتبر للناس كل اللي يزم يكون في مقدورها أنها تطلع في الكهر وهذا كله معقول وهذا كله ما عندكش لموارد باش تطبق السياسة هذي وأخي بحاجة نجم تعملها في المجالات هذي كلها هو التطبيق سياسة ليس لك مواردها فوق معروفة في العالم الكل هي أنت تسكرة ما تبدلتش عندها أكثر ما تبدلش عنده أكثر من عشر أسنين في نفس الوقت الشهاري قاعدة تزيد قاعدة يزيد خطر ما هومش يدوروا بالشمس ذوكم كل القطايح قاعدين يزيدوا أي يعني الفجوة هذيك ما تتوسع شنو برنامج لها شنو بش تعمل له صحيح اليوم نجيو هكا في يعني بونكتويل ما عاوك شارينا ثلاثمائة كار عاوك كذا غضوة يطيحوا منهم ميار تغزر لهم يمشيوا لك الدبو الضخمة ذاك متاع شركة نقل تونس ويخلطوا له خياتهم هذي ما هوش سياسة هذي تنجم تكون حاجة محمودة وتنجم تكون حاجة يعني متفهمة في الإطار اللي كنا اللي كنا نفسروا فيك فاش لازم كبرشا كيران ولازم مشي روحك حتى على خمسة سنين خاطر دور يدفي متاحهم خمسة سنين حسب ما نعرف مشي ساعة بالخمسة سنين هذو ما خلي الناس ما تقفش وجايتك عودة مدرسية الى خير ومبعدتا ونشوف هذا في حد ذاته في الإطار الضيق هذي ينجم يتفهم لكن في إطار أوسع شنه سياستك للشركة هذي انتي كدول شنو التوجهات شنو يزمها تعمل ما الشركة نقل تونس شنو المطلوب منه بالضبط وشنو في زموية العرابح معناها مثلا هذا مستحيل مش كان هما مش كان شركة نقل تونس المشكلية في الأسطور بتبيعت حال يعني انتي من 378 عطيتهم لشركة نقل تونس عندك شركة نقل أخرى جهوية لتعاني الأمرين نزلنا راو من البعاد نزلنا راو نحنا نحكيو على 420 كار قاعدة تخدم بش زيدوهم 300 غدوة بداوا يخدموا كل بش يوليو 720 فقط لا هو راو 72 كهو اللولة مخصصة لا نحكيلك نفرضوا جاو جاو الكران وغدوة وغدوة بدأوا يخدم باقي مشكل متاع النقل المزار متحلكش عندك مشكل متاع نقلته سختموا مش نرجعوله في بداية السنة الدراسية ووقت اللي يبدأ وليبوس هذوما السيركولاتيو متاحهم في الكيزات متانا هون في تونس والتعليقات الحقيقة متاع الشعب التونسي ما بتغطش لمحالة ملنا من هاردة السبتة ولا هذية كانت اش سارة مع الاخبار هو رجع ورجع معها الكود جول احنا ما قصرنيش في غيابك مروين حكينا فيه الموضوع ولكن نتصور اليوماتي بش تشافي متوفي في كود جول شنية حقيقة ازمة الخبز مع مروين اشتركوا في القناة